إحنا تكلمنا عن الإحسان يا سادة إذا أردت أن تزوق جمال وشهد الإيمان فعليك أن تعتقد وأن تتيقن الحسن أن تعتقد في المستقبل الحسن والإحسان إذا أردت أن تزوق شهد الإيمان فعليك أن تتيقن وأن تعتقد جمال الحسن في المستقبل والإحسان لازم ترده لازم تعيش في هذا لو إنك إنت مع تقدش ده ماذا بقي لك من حسن الظن بالله أو ماذا بقي لك من أن تستثمر السعة لا تفخر عن نفسك بأن تذوق حلاوة الإيمان بأن ترى وأن تتوقن الحسن في المستقبل والإحسان يا سيدي تعال نشوف إحنا قلنا إيه نقولنا عن المستقبل ده يا سيدي أول حاجة في المستقبل ده إن المستقبل ده ماذا إن المستقبل ده محل لنظر الله سبحانه وتعالى وإن المستقبل ده هتلاقي ماله هتلاقي إن المستقبل ده مليء بالجمال ومليء بالوسعة وهتلاقي المستقبل ده معلوم وممهد وبعد التمهيد ده هتلاقي ده متسع وبعد هذا الوسعة ماذا ما الذي سترى عندما توسع مشهدك ترى حسن المستقبل وتستطيع أن تكون من المحسنين فتحيا فيه بالإحسان هذه الأمور مهمة لكي نعيش بها في المستقبل وعشان كده احنا نفضل نذكر بعض إن المستقبل مليان تمهيد من الله سبحانه وتعالى وعلم ومليان سعة والسعة الله لنا ومليان حسن وعلينا أن نعيش فيه بالإحسان يا رب العالمين وفقنا لذلك يا كريم يا رب العالمين